السلام عليكم هذه أول رسالة من سلسلة من الرسائل التي أنوي عبرها أن أوصل بعض المعلومات للجمهور الكريم للتعرف أكثر على الواقع المائي وعلى منظومة الإرواء في العراق اليوم أعلن السيد رئيس الوزراء بدء معركة تحرير الموصل وبهذا المناسبة أحب أن تكون الرسالة الأولى حول سد الموصل سد الموصل واحد من أهم المنشآت الهادروليكية في بلدنا في العراق أنشئ استكمل في النصف الثاني منذ النصف الثاني من الثمانينات وطبعا له أهداف ووظائف مهمة جدا بعضها لطابع أروائي خزين المياه للأرواء وأيضا الجزء الآخر هو توليد الطاقة الكهرومائية سد الموصل جزء مهم جدا إن لم يكن الجزء الأهم في منظومة السيطرة المائية في العراق منظومة الهادروليكية في العراق منظومة محكمة مترابط تتم السيطرة على التوزيعات المائية والخزين المائي في العراق استحوذت قضية سد الموصل على اهتمام كبير بالأوساط الشعبية يعني عموما بعد عام 2003 حيث أنه أصبحت حرية المعلومات متاحة للناس حرية التساؤل الشعب والناس المواطنين من حقهم أن يعرفون حقائق ما يجري يعني لم تعد كثير من هذه المعلومات معلومات سرية وأنا شخصيا أتعامل مع هذا الواقع أيضا بنفتاح مع الجمهور وسأحرص على توصيل المعلومات الصحيحة سد الموصل في موقع بالتكوين الجيولوجي للموقع فيه بعض الإشكالات المعينة تؤدي إلى ذوبان بعض مكونات هذه التكونات الجيولوجية في الماء وبالتالي تحصل فراغات معينة تتم معالجتها عن طريق التحشية المستمرة وهذه التحشية منذ عام 1986 يعني يتم النجوء الهواء هي مستمرة وتعززت بعد عام 2003 حقيقة بعد الحرب مؤخرا في بداية هذا العام أيضا وقعت الحكومة العراقية اتفاق أو عقد مع واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال أيضا لتعزيز قدرات الوزارة واحد من أهم الإنجازات التي تحققت منذ بدء هذا العمل منذ فترة قصيرة جدا يعني بدء العمل في نهاية شهر التاسع حقيقة وواحد من أهم الإنجازات أنه بوابة أحدى بوابات المنافذ السفلاء التي كانت مغلقة عاطلة وكانت تشكل خطر معين على سلامة السد تم فتحها يوم عشرة في هذا الشهر عشرة عشرة 2016 وهذا إنجاز يحسب للعاملين العراقيين في موقع السد للشركة ترافيل إيطالية للشركة المشرفة أيضا على هذه الأعمال أنا أقول أن هذه الأعمال مستمرة العقد مع الشركة الإيطالية يستمر سنة ونصف نحن نعمل بتنسيق كامل مع هذه الشركة لا تستطيع الشركة عمل شيء بدون موافقة وزارتنا وهذا التنسيق على أعلى المستويات وهو يسهم بتعزيز سلامة السد وتعزيز سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أكرر حرصي على أن كل المعلومات المتاحة لنا في هذه الوزارة ستكون متاحة أيضا للمواطنين عن أي شيء يتعلق بالنظام المائي العراقي ككل وبالأخص فيما يتعلق بسد الموصف شكرا جزيلا